ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكان جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قد أشاد بالدور المهم لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى السعودي في تعزيز وشائج القربة والأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البادين إذ بارك جلالته خلال استقباله رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب البحريني والشورى السعودي إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بتشجيع تبادل الوفود البرلمانية بين الطرفين وتعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية ودبلوماسية بين الجانبين إضافة إلى التشاور والتنسيق والتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما أشارت هذه المذكرة إلى عقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين والتعاون في شتى المجالات التي تخص الأمانتين العامتين في المجلسين وجل ذلك يأتي من منطلق الدبلوماسية البرلمانية البرلمانية التي تقوم بها السلطة التشريعية في مملكة البحرين ونظيراتها في المملكة العربية السعودية امتثالا لرؤية قيادتي البادين الشقيقين في تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات ومنها المجال التشريعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر